المزمور الحادي والسلاسون لإمام المغنين مزمور لداود عليك يا رب توكلت لا تدعني أخزى مدى الدهر بعدلك نجني أمل إلي أذنك سريعا أنقذني كن لي صخرة حصن بيت ملجأ لتخليصي لأن صخرتي ومعقلي أنت من أجل اسمك تهديني وتقودني أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي لأنك أنت حصني في يدك أستودع روحي فديتني يا رب إله الحق أبغط الذين يراعون أباطيل كاذبة أما أنا فعلى الرب توكلت أبتهج وأفرح برحمتك لأنك نظرت إلى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي ولم تحبسني في يد العدو بل أقمت في الرحب رجلي إرحمني يا رب لأني في ضيق خسفت من الغمي عيني نفسي وبطني لأن حياتي قد فنيت بالحزني وسنيني بالتنهد ضعفت بشقاوتي قوتي وبلية عظامي عند كل أعدائي صرت عاراً وعند جيراني بالكلية ورعباً لمعارفي الذين رأوني خارجاً هربوا عني نسيت من القلب مثل الميت صرت مثل إناء مطلف لأني سمعت مذمة من كثيرين الخوف مستدير بي بمؤامرتهم معاً علي تفكروا في أخذ نفسي أما أنا فعليك توكلت يا رب قلت إلهي أنت في يدك آجالي نجني من يد أعدائي ومن الذين يطردونني أضئ بوجهك على عبدك خلصني برحمتك يا رب لا تدعني أخذى لأني دعوتك ليخذى الأشرار ليسكت في الهاوية لتبكم شفاه الكذب المتكلمة على الصديق بوقاحة بكبرياء واستهانة ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس تخفيهم في مظلة من مخاصمة الألسن مبارك الرب لأنه قد جعل عجبا رحمته لي في مدينة محصنة وأنا قلت في حيرتي إني قد انقطعت من قدام عينيك ولكنك سمعت صوت تضرعي إذ صرخت إليك أحب الرب يا جميع أتقيائه الرب حافظ الأمانة ومجاز بكسرة العاملة بالكبرياء لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب المزمور الثاني والثلاثون لداود قصيدة طوب للذي غفر اسمه وسترت خطيته طوب لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله لأن يدك ثقلت علي نهار وليلا تحولت رتوبتي إلى يبوسة القيض اعترف لك بخطيتي ولا اكتم اسمي قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت آسام خطيتي لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه عند غمارة المياه الكثيرة اياه لا تصيب انت ستر لي من الضيق تحفظني بترنم النجاة تكتنفني اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها انصحك عيني عليك لا تكون كفرس او بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته يكم لالا يدن اليك كثيرة هي نكبات الشرير اما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به فرحوا بالرب وابتهجوا يا ايها الصديقون واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب المزمور السالس والسلاثون اهتفوا ايها الصديقون بالرب بالمستقيمين يليق التسبيح احمدوا الرب بالعود بربابة ذات عشرة اوتار رنموا له غنوا له اغنية جديدة احسنوا العصف بهتاف لانا كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالامانة يحب البر والعدل امتلأت الارض من رحمة الرب بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها يجمع كند امواه اليم يجعل اللجج في اهراء لتخشى الرب كل الارض ومنه ليخف كل سكان المسكونة لانه قال فكان هو امر فصار الرب ابطل مؤامرة الامم لا شاء افكار الشعوب اما مؤامرة الرب فالى الابد تثبت افكار قلبه الى دور فدور توبى للامة التي الرب الهها الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه من السماوات نظر الرب رأى جميع بني البشر من مكان سكناه تطلع الى جميع سكان الارض المصور قلوبهم جميعا المنتبه الى كل اعمالهم لن يخلص الملك بكثرة الجيش الجبار لا ينقذ بعظم القوة باطل هو الفرس لاجل الخلاص وبشدة قوته لا ينجي هو ذا عين الرب على خائفه الراجين رحمته لينجي من الموت انفسهم وليستحييهم في الجوع انفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو لانه به تفرح قلوبنا لاننا على اسمه القدوس اتكلنا لتكن يا رب رحمتك علينا حسب من تظرناك المزمور الرابع والسلاثون لداود عندما غير عقله قدام ابي مالك فطرده فانطلق ابارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي بالرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء فيفرحونا عظم الرب معي ولنعل اسمه معا طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخجل هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه ملاك الرب حل حول خائف فيه وينجيهم ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب طوب للرجل المتوكل عليه اتقوا الرب يا قديسيه لانه ليس عوز لمتقيه الاشبال احتاجت وجاعت واما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير هلما ايها البنون استمعوا الي فاعلمكم خافة الرب من هو الانسان الذي يهوى الحياة ويحب كسرة الايام ليرى خيرا صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش حد عن الشر واصنع الخير طلب السلامة واسعى وراءها عينا الرب نحو الصديقين واثناه الى سراخهم وجه الرب ضد عاملي الشر ليقطع من الارض ذكرهم اولئك سرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم انقذهم قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحقي الروح كثيرة هي بلاي الصديق ومن جميعها ينجيه الرب يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر الشر يميت الشرير ومبغدو الصديق يعاقبون الرب فاد نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب المزمور الخامس والثلاثون لداود خاصم يا رب مخاصمية قاتل مقاتلية امسك مجنا وترس وانهض الى معونتي واشرع رمحا وصد تلقاء مطاردية قل لنفسي خلاصك انا ليخزى وليخجل الذين يطلبون نفسي ليرتد الى الوراء ويخجل المتفكرون باساءتي ليكونوا مثل العصافة قدام الريح وملاك الرب داحرهم ليكن طريقهم ظلاما وزلقا وملاك الرب طاردهم لانهم بلا سبب اخفوا هوة شبكتهم بلا سبب حفروا لنفسي لتأته التهلكة وهو لا يعلم ولتنشبه الشبكة التي اخفاها وفي التهلكة نفسها ليقع اما نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه جميع عظامي تقول يا رب من مثلك المنقذ المسكين ممن هو اقوى منه والفقير والبائس من سالبه شهود زور يقومون وعما لم اعلم يسألونني يجازونني عن الخير شرا سكلا لنفسي اما انا ففي مرضهم كان لباسي مسحا ازللت بالصوم نفسي وصلاتي الى حضني ترجع كأنه قريب كأنه اخي كنت اتمشى كمن ينوح على امه انحنيت حزينا ولكنهم في ظلعي فرحوا واجتمعوا اجتمعوا علي شاتمين ولم اعلم مزقوا ولم يكفوا بين الفجار المجاني لاجل كعكة حرقوا علي اسنانهم يا رب الى متى تنظر استرد نفسي من تهلكاتهم وحيدتي من الاشبال احمدك في الجماعة الكثيرة في شعب عظيم اسبحك لا يشمت بي الذين هم اعداء باطلا ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني بلا سبب لانهم لا يتكلمون بالسلام وعلى الهادئين في الارض يتفكرون بكلام مكر فغروا علي افواههم قالوا هه هه قد رأت اعيننا قد رأيت يا رب لا تسكت يا سيد لا تبتعد عني استيقظ وانتبه الى حكمي يا اله وسيدي الى دعوايا قضي لي حسب عدلك يا رب اله فلا يشمت بي لا يقول في قلوبهم هه شهوتنا لا يقول قد ابتلعناه ليخذى وليخجل معا الفرحون بمصيبتي ليلبس الخزي والخجل المتعظمون علي ليهتف ويفرح المبتغون حقي وليقول دائما ليتعظم الرب المسرور بسلامة عبده ولساني يلهج بعدلك ليوم كله بحمدك أمثال سليمان الفصل السابع يا بني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك احفظ وصاياي فتحيا وتعليمي كحدقة عينك ربطهها على أصابعك اكتبها على لوح قلبك قل للحكبة أنت أختي وادعوا الفهم ذا قرابة لك لتحفظك من المرأة الغريبة من الأجنبية عنك المتملقة بكلامها فإني أشرفت من كوة بيتي من وراء شباك فرأيت بين الأغرار تأملت بين البنين فتن ناقص العقل عابرا في الشارع عند زاويتها يصعد في طريق بيتها في الغسق عند المساء في قلب الليل والقتام وإذا بامرأة استقبلته في زي زانية خبيسة القلب صخابة هي وجامحة لا تستقر قدماها في بيتها طارة في الشارع طارة في الساحات وعند كل زاوية تكمن فأمسكته وقبلته وبوقاحة وجه قالت له كانت علي ذبائح سلامة واليوم قضيت نزوري فلذلك خرجت للقائك أطلب وجهك فوجدتك قد فرشت قد فرشت سريري بأغطية بموشكتان من مصر نضحت فراش بمر وعود وقرفة هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب فإن الرجل ليس في البيت قد ذهب في طريق بعيدة أخذ سرة الفضة بيده في يوم البدر يأتي إلى بيته أغوته بقوة إقناعها أضلته بتملق شفتيها ذهب وراءها لتوه كثور يذهب إلى الزبح أو كالأحمق المقيد للقصاص حتى ينفذ سهم من كبده كطير يسرع إلى الفخ لا يدري أنه لهلاك نفسه والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا إلى أقوال فمي لا يجنح قلبك إلى طرقها ولا تضل في مسالكها فإنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها عديدون بيتها طرق الهاوية هابطة إلى مخادع الموت